منذ عام 2003 ومعالم العراق الدينية تتعرض إلى حملات عديدة لإزالتها وهدمها مرة بحجة الاستثمار والتطوير ومرة أخرى بحجة توسيع الشوارع والطرقات ما تسبب بخسارة العديد من المعالم الدينية المغلة في القدم والتي طالما عدها العراقيون جزءا من تاريخهم الدينية ولسيما أن منها ما يعود إلى حقب تاريخية قديمة وما هدم جامع السراج في أب الخصيب وتدمير مرقدي طلحة والزبير وبقاءهما مهدمين لسنين فضلا عن هدم مرقدي طبري وابن الجوزي وتحويلهما إلى جراج والقضاء على كل رموز العراق الدينية إلا شاهد ودليل على معوى للهدم الحكومي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال آلة الهدم الحكومي للمعالم الدينية قابلها الناشطون بالرفض والتحذير من مغبة الاستمرار في مسلسل الهدم للمعالم مطالبين المنظمات العالمية المعنية بالتدخل لحماية التراث الديني لكن هذا السنكار لم ينفع أمام معوى للهدم للمعالم الدينية التي كانت تتم بأصابع حكومية أو بأصابع بعيدة عن الرقابة بحسب مصادر رسمية مراقبون رأوا أن هدم معالم العراق الدينية مقصود في بلد تسيطر عليه الأحزاب والميليشيات وتحكمه السياسة الطائفية منذ عام 2003 مؤكدين أن هناك هدما متعمدا لمعالم لها قيمة دينية وتاريخية وإنسانية واعتبارية لشريحة واسعة في محاولة لتغيير هوية العراق التي طالما عرف بها وأحلال ثقافات غريبة بدلا عنها